معنا من القاهرة المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاسارفريفيتش أهلا وسهلا بك سيد طارق يعني لو تضعنا بصورة آخر المعلومات التي وصلتكم من داخل القطاع خصوصا بأنه أعلنت منظمة الصحة العالمية طوال الأمس وحتى صباح اليوم بأن الاتصال ليس متوفرا مع أطقمكم هناك نعم فعلا كما تعلمين كان هناك قطاع كامل للكهرباء والاتصال في غزة لم نتمكن أمس من التواصل مع تواقمنا واليوم صباحا تمكننا من التواصل معهم وأخبرنا بأنه كان هناك ليلتين من القصف العنيف وكان هناك مخاوف بأن الناس يغادرون ويرحلون عن منازلهم ومآويهم وأخبرنا كذلك أن الوضع في المستشفيات صعب الوضع في المآوي صعب المستشفيات مكتدة عن آخرها وكما نرى في هذا الفيديو هناك انعدام في المعدات الطبية والوقود وخصاص في عدد من الأدوية من أجل تقديم المساعدات لذلك نطالب أن يكون هناك هدنة إنسانية ووقفة لإطلاق النار حتى نتمكن من جلب المعدات الطبية والصحية نريد أيضا أن يسمح بجلب الوقود لغزة لأن المستشفيات لا يمكن أن تعمل دون كهرباء سيد طارق أيضا هناك حديث عن عدم إمكانية التواصل بين مختلف المناطق داخل قطاع غزة ما الذي نقلوه الأدقم الموجودة والذين تمكنتم من أن تتحدثوا معهم يعني الحالات تزداد الإصابات تزداد والتحذيرات من انتشار أوبئة أيضا تزداد نعم هذا صحيح عندما يكون هناك اكتضاد كبير في مكان ضيق تكون هناك احتمالات انتشار أمراض تنفسية إذا كان هناك مياه ملوثة يكون هناك أمراض منقولة بالماء ولذلك نحن نحتاج إلى تحليات المياه لتوفير الماء الشروب لسكان وكذلك للمستشفيات من جهة لدينا هؤلاء الأشخاص الجرحى والمصابين الذين يتعرضون للقصف يحتاجون لعمليات جراحية فورية وذلك من أجل إنقاذ حياتهم في الوقت نفسه هناك نساء حوامل هناك خمسون ألف امرأة حامل في غزة هناك أشخاص من المعاقين هناك أكثر من ألف شخص يتعالجون من السرطان هناك من يعالج من أمراض مزمنة ومن القصور الكلوي لذلك هؤلاء كلهم يعتمدون على المستشفيات والمرافق الصحية لكن في الوقت الحالي ثلث المستشفيات لا يعمل وكذلك الثلثان خارج الخدمة نحتاج إلى بدل قصار جهدنا من أجل مساعدة عمال الصحة الذين يقومون بعمل ممتاز ومذهل ليحاولون أن ينقض الآخرين في الوقت الذي يخاطرون بأنفسهم الذي نحتاجه هو مطالبة كل من يمكن أن يسهمها في إيصال المواد المطلوبة لغزة حتى نتمكن نحن من القيام بأداء مهامنا كان هناك حديث أيضا عن دخول أطباء مختصين بجراحة الحرب أخصائيين فيما يتعلق بالتلوث هل أنتم على تواصل مع هذه الفرق التي تحاول أيضا مساندة من هم يعملون منذ أكثر من عشرين يوم الزملاء من الصليب الأحمر الدولي تمكنوا من جلب بعض الفرق الجراحية وهذا جيد جدا نحن تمكننا أيضا من جلب بعض المعدات الطبية في بداية القوافل من الشاحنات الإنسانية يوم السابت لكن هذا ليس كاف هناك حاجات ضخمة في المجال الطبي والصحي ونحتاج إلى وصول دائم وتدفق مستمر عبر معبر رفح إلى داخل غزة كذلك نحتاج أن يتمكن أفراد طاقمنا من توزيع هذه المعدات في المستشفيات والمشكلة هي أنه ليس لدينا ضمانات بأمان طاقمنا ولذلك إذا مات عمال طاقمنا وهذا سيفقم الوضع مسبقا مات نحو ستين شخصا من طاقمنا ولذلك نحن نريد أن يكون هناك ضمانات لتوزيع المعدات الطبية والصحية في المستشفيات من جانب آخر نحن لدينا معدات طبية ودوائية جاهزة للتنقل إلى غزة وهي موجودة في معبر رفح نريد فقط معبرا آمنا هل لمستم أستثارق أي تغيير أو إمكانية في تغيير المواقف فيما يتعلق بهدنة إنسانية طارئة وعاجلة دعا إليها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا لضمان استمرارية تضفق هذه المساعدات بكميات أكبر الحديث اليوم عن 3% فقط من الحاجات وهي أيضا محصورة في مناطق الجنوب نعم هذا صحيح الحاجة كبيرة وعالية والذي يصل ليس بالمرة كاف والمشكلة هي أننا لا يمكن أن وصل العمل بهذه الطريقة هناك أطراف يجب أن تتقدم إلى الأمام من أجل تحقيق هذا الأمم المتحدة تفعل وتبدو لقصار جهدها نحن في منظمة الصحة العالمية مستعدون للقيام بدورنا ومساعدة المستشفيات والمرافق الصحية وكذلك موظف الرعاية الصحية لكن القرار يجب أن يؤخذ على الصعيد السياسي شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من القاهرة المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طاريخ جازاريفيتش شكرا جزيلا لك